صباح الخير او مساء الخير يا برج الكوز. في الفرق العطفية. طيب نبدأ بي. ده انت طاقطك. اول حاجة اه ممكن تكون انت بترايب حد او حد بيرقبك. يعني بس دي طاقطك عموما. اه ممكن تكون كمان عندك طاقطك العطفية. بس انت بترايب حد برج الكوز. وعملت رقبه على السوشيال ميديا. او زي ما تكون عايز تعرف عنه اخبار او تعرف عنه حاجات. ممكن يكون في حد بيرقبك. اه ممكن تكون كمان كنت مش عارف تتخذ القرار. في يعني عدة قرارات. وانت مش عارف تتخذ انهي القرار سليم. اه اتجاه مسلا شخص معين او حاجة من هذا القبيل. لا. لاني بعديها اه دي العجلة التحرك الى الامام. فانت تقريبا كنت محتار في قرار وزي ما كنت خذت قرار بقى وانت متجه نحو هذا القرار يعني. لان كمان عندك هنا البيج وفوند. ولكن البيج وفوند مع انه شخص اه يعني بصص بقدام كده ومسك عصايا ومتباهي ولابس كفية كده حلوة وكام. ولكنه طفولي بعض الشيء. او اه حيانا كتير ببقى مش عارف هو بيعمل ايه. يعني هو واقف كده مش عارف هو مش عارف يمشي قدام له ورا. يعني انت زي شوت ده شخص ماشي خلاص نمشي لقدام. او كنت محتار برضو من قرارين حاجة زي كده. ولكن انت الان آآ متخذ قرار في انك تمشي لقدام او تروح حاجة تانية او تعمل حاجة تانية ولكن واقف كده مبتعملش حاجة. لازم اكون بترائد الطرف اللي معك ده هيامل ايه. الناس ما كنت تكون هددته مسلا بان انت تسيجي العلاقة وتمشي. فانت لسه منطفر بقى تشوفه. هيامل ايه. ايه القرار او ايه الشي اللي هيبتخذه. ان حاسة انتو بتعنده بعض. في مسرحية بتحصل هنا انت اللي فرج عليها كلنا دلوقتي. طيب. مشاعر ايه مشاعره جميلة جدا يعني ده النية اوف كافس. ده مقدملك كاس حبه على الفارس يعني. هو جاي لك آآ ببطء شوية. او هو عنده بطء في التعبير بالمشاعر شوية. او انه جاي بس بيتمختر كده. ولكن هو بيحبك يعني مشاعره حلوة. هو بيحبك بصراحة. في الاصل هو بيحبك وحب صادق. مش كاذب او حاجة. وممكن كمان يكون عايز يخطوك كمان او عايز يجاوزك. آآ بس هو تقريبا والله اعلم ان اخد المشاعره دي. هقول لك ليه بقى بلازم خليها. بصوا وانزل لنا دول وهذا الشخص آآ بيرقبك. أوكي الورقتين دول ديك. تخلي ده لك بقى. بيرقبك. بيتجسس عليك على وسائل السوشيال ميديا. هو شاكك. انا مش هانت ليه حاسة انه شكك ان انت بتعرف حد عليه. بالزبط. الشخص ده شاكك فيك. اوكي? شاكك فيك. لو انت بنت فهو شاكك ان انت بتتواصلي مع حد غيره. اللي بقى لقى وردين دول بنزلوش صدفة. هقول لك ليه دلوقتي. هو بيحبك. بس عشان هو شايفك ان انت شخص بتخدع. او بتضرف في الظهر. هو شايفك كده. شايفك ان انت بتحب دايما تنتصر لزيتك كمان. شخص مغرور. هو شايفك مغرور. وشايفك امور برضو. ده حاجة غريبة كده. خلاش بالكارت ده تاني. انا حاسة ان هو شخص شكك. يا ممكن يكون هو بيحبك وكل حاجة ولكن هو شايفك ان انت شخص شايف نفسك شوية. او ممكن تروح شايفك ان انت ممكن تروح لحد غيره. عادي جدا عادي تمشي. انت انت تظهر ان انت قطعت معان او منفضله ومهتم بنفسك اول يومين دول على فكرة. مهتم بنفسك وممكن تكون كمان بتنزل صور وحاجات بقى فهو حاسس بان انت بص هتاني في حركة. هو حاسس ده انت قطعتني في حركة كده مش مش عارفة ليه. ايه الليتر ده? ده مش تبعلي خالص. ده مش هيبقى ده ليوضح المعنى ولا يشيء. خلقين نسحب الورقة احنا بنفسنا. عشان ايه? عيب. عيب انا 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 مش قليلة. انا مش قليلة في البلد دي. عيب. مش بقولك خايف منك? خايف منك. شاكك فيك. خلص بنسبة 200% عبقاطعيا شاكك فيك. شاكك فيك قوي يعني ده ورقتين يوضحين المعنى ويؤكدهم. شاكك فيك جدا. وخايفة خايفة خايفة. شايفة هو مش شايفة ان انت بتخدع. بس انت عملت معه حركة. انت ممكن تكون. بالضبط عملت كده. انت طرنشته. وعمل بقى تنزل في صور ومهتم بحالك. او لو انت ولد عمل بقى تغير في شكلك وتلبس وتتزوق اهو هتخلع منه هتخلع حرفيا كمت هتخلع دي. وتروح بقى لحد تاني. خايف منك قوي. خايف منك قوي. شاعر بقى ان انت هتقلب عليه مرة واحدة. هتدينه حتة قلم على وش وفوقه. يقول شاكك فيك يعني الوقفة الوقفة دي وقفت. وقفت ناس هتعمل حاجة. تشاكك فيك قوي. وخايف ان انت تسيبه مرة واحدة. خايف قوي ان انت تسيبه مرة واحدة. وبصه وبصصلك ازاي? خايف منك. على فكرة يا برج القوس انت ظهر ان انت فعلا سبت سبت واتكلم مع نفسه كده. انت سايب السوف وهو شايفك ان انت مشيت. ده مش انت. ده ايه ده انت? اللي سايب السوف هو ماشي. هو بصصلك. وبصصلك وبيقولك انت هتعمل ايه? هو خايف منك قوي. وبقولك انت هتعمل ايه? ايه هتكون هتطبط بحد تاني. شخص ده ممكن تكون بتتعامل مع برج هوائي. او مائي. سرطان برضو. سرطان عندي هنا وميزان. وهوائي اتنين هوائي هنا. فخايف منك قوي. قوي يعني. حاجة يعني او ماشوف شخص شكك في شخص قوي جدا. هو بيتصنط عليك حاليا دلوقتي. دلوقتي هو عمال يجمع عنك معلومات. ويشوف بقى بتاني ايه ورايح في الممكن تكونوا قطعين مع بعض بقى لكو فترة. ولكن انتو مع بعض ع السوشال ميديا. لكن هو برقبك بقى. نيته ايه? ده نيته صعبة قوي. ده نيته. نيته يحسبك على كل حاجة. ايش حاصي ده غيور. غيور قوي. مش هارفها ليه حسيت كده. ال king of sordis وال queen of sordis. ال king of sordis شخص اصلا بيخدم مشاعره. موطلك عن خدم مشاعره. وبيدي كلام بقى. بيدي كلام. هو رفعلك السيف. وبيدي كلام بقى محمد الشي قدر يقوله ستوب. ال queen of sordis ايه شخص بيدي كلام ولكن. كلام مش بيوجع. ولكن كلام حق. كلام حق. هو حاسس بان انت لعبت عليه. انا خايف يا برب الكوز تكون جيت اه تكحلها قمت عميها. حاجة زي تباية. انت جيت تخليه شيرة عليك عشان يرجع تاني مسلا. او نتزدت معك في العلاقة. فقمت مسلا اه انت مسلا ضفتي ولاد مرة واحدة. نزلت صورة مرة واحدة. فخايف يكون انت لعبتي عليه. بتبعادي عليه. وان انت بتكلمي ناس كتير ممكن تكوني عملتي الحركة دي. فهو عايز يملك ايه? عايز يحسبك. عايز يمسكك كده يحسبك كده وفي نفس الوقت يضربك يعني يحسبك ويضربك. مالله. ميت خير. ميت خير. لان ال queen of sordis والله مش متفقل. مش متفقل على حتة ان هو مش بيحبك. بحبك جدا على فكرة. بس هو شخص شكله عنده حب التملك. هو حاليا نسينا نعرف. هو حاليا في حياته بيتوازن على فكرة. وهذا الشخص على فكرة ممكن يكون بيعمل اعمال خير حاليا. ممكن يكون بيعطي او بيشتغل في حتة بيساعد فيها ناس او حاجة زي كده. يعني هو حاليا متوازن يعني ولكن مش عايزك تمشي يعني شايفك ان انت مشيت وزي ما تكون حتى مانيتوشو العلاقة وانت راح تفتضت اللي عم مستنى انت راح فيه. انت هتسيبني وتمشي مانا ايه. اللي يطوي يعني اللي هو. انا هولع فيك. هولع فيك. او هولع فيك حاجة من الاتنين. زعلان منك قوي. زعلان منك قوي جرائبك. زعلان منك قوي جرائبك. الزمون هنا. مع كينج اوف سوردوس لان اوضحت كينج اوف سوردوس. نيته مش باين بصراحة. هو مش باين نيته. بس هو زعلان امين. وعايز ام. يعني شعر عايز يعرف الحقيقة هو شاكك فيك اوي. انا مش عارفة ليه شاكك فيك اوي كده. او شاكك فيك ايه. حاجة من الاتنين. عايز يعرف في ايه بيحصل من وقت ضهر. وبشعر بقي ان في حاجة بتحصل وقت ضهر. وبقول لك بصص لك وبقول لك انت عديني ضهري انت. عجزني كده. شعر بقي ان انت بتعمل حاجة من ورا ضهره. فعايز يعرف بقى ايه اللي بيحصل من ورا ضهره. بالضبط. حالا. قول لي حالا كنت فين? قول لي حالا كنت بتتكلم مين? قديني اكاونت الفيسبوك اشوفي ايه. ممكن يكون هذا الشخص يحب التملك. او معندوش يوم مرحميني في العلاقات. معندوش النوطة دي. يتبقى معي مزبوط وتحت عيني خلاصة. فنيته غريبة شوية. النية بتاعته غريبة شوية. طب هو نوي على ايه? ده نوي لك نية حلوة. لو لك يتحاسب ويحاسب ويجيب ناس تتحاسب. الشخص ده متسلط. متسلط على الطرف اللي بيبقى معي. طيب. طيب. طيبين تلاتة اربعة خمسة ستة. بص دا من الاخر. فيها لاختيها. او مش هيسيبك. مش هيسيبك. ماشين? عدي بقى دي اعتبارها يا بوجر كوس المسج المسج مني كده بوصل. هو بقى. الشخص ده مش هيسيبك. لو انت بقى عامل الحركات دي عشان تجيبه تاني فهو جاي لك. بس هيجي الاول يلطش وبعد كده يقولك تعالى بقى. الشخصية. رئيسة عصابة. بس مش بالمعنى الحرفي. ما بتسيبش حاجة هيعزها زكية جدا. هو هيعرف يرجعك تاني للعلاقة دي. انت زي ما قلتلك انت مشيت. انا عرفت وعرفت انا بقى دي. انت مشيت وسته او فصلت معي يعني ما بتوش تكلمه بعض مسلا. وعمل بقى تحلوه وتنزل في صور وتنزل في صور وتكلمي ده وتكلمي ده وتهزري معده في الكمنتات. ايه ده؟ انت لتك زرق. تعالى بقى. هو مش هيسيبك. بيحبك اوه. يلا بيحبك جدا. جدا. ولكن هو ما بيحبش الطرف اللي معاه يبقى بايد عنه او بايدها نعينه. معايا يعني تحت طوعية. هو شخصيته كده. فلو انت او انت متضيقين من الشخصية دي فهي مش هتتغير. هو كده او هي كده. شخصية بتحب اللي معاها بتاعها. او بيحب البنت اللي معاها بتاعته. لكل بساطة. فهو نوي على ايه? لا ده نوي ان هو بص نسيكلك العصاية. وبيقولك تعالي بقى انت بتقملي ايه? تعالي بقى انت بتقملي ايه مين ده ومين ده ومين ده ومين ده وليه. مسحيه بقى كل الرادي اللي عندي بصدق فضالي من غير ما تتكلمي. لانه بيحبك قوي. هو اصلا مش شايف الحب غير معك انت اخلي بالك. يعني برغم ان هو قاسي ممكن يكون كلام حاد في في انه يعاتب وكده ولكن هو بيحبك. بيحبك قوي كمان. تبص بقى النصيحة بتاعتك. النصيحة بتاعتك حلاوي يعني. النصيحة بتاعتك اوعى تتحرك. خليك زي ما انت. بص يا وجل الخص. اللي اتنين دول قصين له قدامه ومتقنعرين قوي. خليك متقنعر. يعني فهموها بقى متقنعر. متقنعر او متكبر. بس ما نتكبرش يعني اوما نحلوه. لو انت بتحلوه يحلوه زيادة. الشخص ده لو انت عايزه يرجعلك لو هو فعلا مش راد يرجع او او يعني بيقول مسلا عادي ترجع بعد ما ترجع فهو مش هيرجع لبالطريقة دي. تقريبا تقريبا والله عالم انتو عارفين شخص ده بيرجع ازاي. بيرجع لما بتحلوه وتنزله صور وكده. صور بيحبك. بس هو تقريبا يعني بيجي له حالة كده ان هو بيقفل مرة واحدة. فخليك زي ما انت. التميك براحتك. ايش حياتك. ايش حياتك. ازا الشخص مش هيسيبك خلي بالك. بس ايش حياتك. ما تبصوهوش. او الناس مش هاضي بالك. ايدي بعض رسالة ايدي 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 انا حنام. ردي عليه عادي براحتك. واناكن هو عايزك ومش هيسيبك يعني بالموان لغادتك يعني. فالمسيحة بتاعتك براحتك. وكمان المصيحة دي ممكن توحي بطريقة تانية لان انا حاسة ان المشكلة هنا مشكلة غيرة اكي? وممكن تكون انتو تخنقتو من الغيرة دي. خلينا نشوف النصيحة تاني. ساحة ممكن تقول تحررين من الغيرة. اه دمون. لا مش معناها كده. اه الامبر سوا. يالك الامبر سوا. اه بص يا برج الكوز. خليك غامض مع هزا الشخص. هزا الشخص اه انا هفهمك بقى شخص ده ايه? شخص ده بيحب الشخصية او البنت الغمضة. لم تكشفش اوراقها كلها. اوكي من الورع كده. بينجز بقوي للبنت اللي زي صوره كده. بص عاملة ازاي? بالزبط كده. يعني لو انتو ماشيين دلوقتي على انكو بتنزلوا صور ومحلوين بقى ومتنين بشغلك وكده. خليك زي ما انت بتتحركيش. خليك الغمضة. ما تكشفيش مشاعرك لهذا الشخص. الشخص ده ما بيحبش كشف المشاعر. بيحب البنت ااااا اقولك على حاجة بيحب البنت اللي هو نطف مسائلا. يلا. الورق كده عزر شخص كده بينجذب للنقطة دي. اوكي? فخبي مشاعرك ايه. مني نفسك مش هابق عليك مني. وهو هيجي. هيصمم عليكي اكتر. لا اكتر ولا ايه. ده اول مرة شو استمتع بكراقة. فدي كراقة حلوة يعني مشوهش. خليلنا طب نشوف اه. عايز اتأكد بس من النقطة. مش بقول لك يعني انا يا ربي انا مش عارفة عامل ايه? عامل ايه? عامل ايه نفسي? عامل ايه نفسي? مخبي مشاعره. انت لازم افصرها. بس انا فصرتها من غير منزل. ايه شويت انا شاطر ازاي? يبقى ايه. شخص ده مخبي مشاعره. وعمل نفسه بقى مش هامه. تيجي ما تجيش انا كده كده رويح. يلا. خليكي ازاي انت. ما تتحركش. فسوى. فسوى. لو عملتي منكير في ايدك. نزلي سورة اولي. الله منكير. جود دي. وتصبع على خليه حبايبي. وعملي لايف. واتحكي مع دا وتحكي. هو بيجي بالطريقة دي. هيحس بامتك بالطريقة دي. او خاف منك على فكرة. وعلى فكرة الشاعر بانك هتروح ترتبطي. وحاسس بكده اهما هتحلوي بها هترتبط. مش هسيبك. وهيجيلك بس هيديك الكلام قوي. هيقولك انت استغفلتيني او بتستغفليني واوا واوا. بس هو قلبه طيب بصراح. مش شكرا